اجتماع النواب مع الشيخ احمد النواف بتاريخ ثلاثة واحد تحديدا نعم بلغنا الشيخ احمد النواف برسالة من القيادة السياسية ان هذا القانون ممكن انه يسبب صدع في العلاقة بين السلطتين وان القيادة والشيخ احمد النواف متمسكين في مجلس 22 ومستعدين للتعاون معاه وبالعكس القضايا كلها اشتركوا في القناة تواعد الناس في اليوم الناس بعد ما طرح قانون القروض الكل بدأ يعني يشوف نفسه شنو انا ممكن استفيد من هالقانون بس انت لما تيك حكومة وتقدم بديل يعني دائم افضل راح يكون عند الناس مقبول صحيح ايه فهني اتكلمنا مع رئيس الوزارة شنو بداء لكم خصوصا انه في الجلسة السابقة اللي ثلاثة واحد كان هناك يعني طلب من الحكومة ان احنا نطلب التأجيل اسبوعين لتقديم بداء الافضل فرئيس الوزارة اشار الى وزير المالية انه يشرح البداء فشرح وزير المالية قال يا جماعة الحين احنا عندنا تعديل رواتب المتقاعدين وهذا امر متفق عليه نعم قلنا ماشي تمام كلام سليم الامر الاخر قال تعديل سلم الرواتب اليوم ماكو اسرة في الكويت ما تشتكي من ان ابنائها ما يحصلون وظيفة زينة ليش اليوم كل الواسطات وكل الامور على بعض الوظايف لان بعض الوظايف رواتبها عالية والوظائف الاخرى رواتبها متدنية انت تتكلم لما تعدل سلم الرواتب والشاب او الشابة اليوم يتقدم حق اي وظيفة بعدالة وبيعني تكافؤ للفرص هني هذا حل امثل كانت هذه القضيتين هي البدائل وكذلك البديل الثالث اللي طرح اللي اهو كان مسألة رفع صندوق المتعثرين وتعديل اجراءاته يمكن الناس كانت تشتكي منها نعم قلنا احنا ماشي احنا استعدين ان احنا اليوم منوافق بس في المقابل انها تحضر الحكومة جلسة عشرة واحد وتعلن عن بدائلها وهذا كان الاتفاق احنا كنواب كبادرة مننا للقيادة السياسية ما حبينا ان احنا المشهد هذا التوافقي انه ينتهي الى صدام في بداية عمر المجلس يمكن قبل جلسة عشرة واحد كان هناك اجتماعات بين عدة اطراف من النواب وتواصل مع بعض الوزراء انه يجمع احنا اليوم القانون هذا اذا كان فيه امور تحسونها ممكن تفتح في القانون احنا ممكن نحط ضوابط الضوابط اللي نحطها المبلغ اللي انتوا راصدينا حق صندوق المتعثرين اللي هو نص مليار ممكن الضوابط تخلي القانون هذا كذلك نفس الشي احنا في النهاية نبي نعالج المشكلة فيه مشكلة عند المواطن نبي نعالجها وفيه مشكلة حقيقية ايه صحيح فيه اليوم مشكلة قروض تسبب فيها البنوك والحكومة كانت شريكة في عدم الرقابة احنا نبي نحلها بس نحلها بطريقة عادلة وطريقة يستفيد منها المواطن البسيط ما يستفيد منها التاجر الكبير نعم فوقعنا على طلب وهذا الطلب قدم في الجلسة اعتقد ان 31 نائب وقعوا على هذا الطلب بوضع ضوابط على هذا القانون ممتاز الان احنا دورنا كنواب في التعاون ومديد التعاون اعتقد كانت موجودة ياتنا الحكومة بشكل غريب احضرت بوزيرين ليش ما احضرت الحكومة معنا الصبح ونا داخلين الجلسة كل الوزارة كانوا موجودين ونشوفهم داخلين معنا المجلس استغربنا نحضروا وزيرين ماشي حضروا وزيرين بلغوا الرئيس ان اذا تم التصويت مو تم المناقشة على بدء التصويت على المداغلة الاولى للقانون فاحنا رح ننسحب بعدين قدمنا الطلب بشكل رسمي وفعلا نسحبه تم تقديم الطلب بشكل رسمي الحين يفترض ان النزاع يعني فتيل الازمة ان تم نزعة خلاص ماك مشكلة في اثناء مناقشة بداية مناقشة المقترح انسحبت الحكومة انسحبت الحكومة واخلقت مشكلة من لا مشكلة هو مجرد تغرير لجنة مالية يعني الحكومة اليوم عندها كذا خطوة كان بإمكانها صحيح انها يعني تاخذها قبل لا تروح تنسحب من الجلسة نعم وبعدها دخلنا في مسلسل الصدام الى ان استقالت الحكومة ومن ثم الابطال